أتزاع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر لكل من يتقدم لها دون تحديد أرقام معربا عن ثمانيته ببدل كل الجهود المطلوبة مع المستثمرين لتنفيذ هذا الانتزام وخلال كلمته في افتتاح الملطقة والمعرض الدولي الأول للصناعة شدد الرئيس السيسي على الرغبة في تدليل جميع العقبات أمام قطاع الصناعة مؤكدا أهمية دعم العمالة بالقطاع الخاص بكل السبل الممكنة هذا وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تحقيق كافة أشكال الاستقرار ومن بينها الاستقرار في الأسعار خاصة أسعار الطاقة والتي تدخلت الدولة لدعمها وأضف الرئيس السيسي أن التحديات والأزمات تولد فرصا عظيمة وأن توطين الصناعة يضمن استمرارية المنتجات وعدم تأثرها بالتحديات أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي تصلا هاتفيا مع رئيس جمهورية كينيا وليام روتو وأصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة للرئيس الكيني لفوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية الكينية متمنيا له كل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار وأكد الرئيس السيسي على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا والأهمية التي يوليها للتنصيق والتشاور مع شقيقه الرئيس الكيني بشأن القضايا الإفريقية لما يتمتع به البلدان من دور إقليمي هام في صون السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية كما تناول الاتصال التبحث بشأن التطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويساعد أيضا على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار الأليات المتبعة لمراقبة الأسواق مشددا على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبلغة في الأسعار والمضاربة أو الاحتكار وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وخلال ترأسه الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين كلف مدبولي جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز وأشار مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين وأشار مدبولي إلى أن الدولة برغم الظروف العالمية مستمرة في بذل جهود وسعة لتوفير السلع وطرح مبادرات مجتمعية متعددة وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا حول أولويات الإنفاق الحكومية وذلك ضمن سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة الطيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنية وخلال مشاركته بالصالون قال نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمانة أمناء تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد موسى إن المشروعات القومية هي التي حافظت على استمرار الحياة خلال الأزمة العالمية النتجة عن جائحة كورونا والغلق العام والأزمة الأوكرانية مؤضحا أن المشروعات القومية وفرت على عديد من فرص العمل فقللت معدلات البطالة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي إن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود يتطلب ردا دوليا قويا من الأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين واتهم زلنيسكي روسيا بمحاولة إحداث مجاعة مصطنعة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أسيا وأشر الرئيس الأوكراني إلى أن إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى بعد الهجمات الروسية على محطات الطاقة قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في المفاوضية الأوروبية نبيلا مصرالي إن التكتل يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد أن أعلنت موسكو انسحابها منه وأضافت نبيلا مصرالي أنه يتعين على جميع الأطراف الامتناع عن أي إجراء أحادي من شأنه أن يعرض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر لافتة إلى أنه جهد إنساني مهم له تأثير إيجابي بوضوح على الحصول على الغذاء بالنسبة لملايين البشر في أنحاء العالم حقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه فالنسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثانية عشر من الدور الإسبانية سجل هدف برشلونة والمباراة الوحيد اللعب روبرت ليدفاندويسكي في الدقيقة الثالثة والتسعين والفوز رفع رصيد برشلونة إلى واحد وثلاثين نقطة ليتصدر الدور مؤقتا بفارق الأهداف عن ريا المدريد والذي يخوض مواجهة الجولة الثانية عشر اليوم أمام جيرونة بينما تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة الخامسة عشر في المركز العاشر نهاية مجزء التاسعة نعود لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل